في الوقت الذي يحتفل النظام التركي باحتلاله أكثر من ثلث جزيرة قبرص منذ خمسين عاماً، ها هو يواصل وعلى مرأة العالم أجمع السياسة ذاتها عبر احتلال المزيد من الأراضي في الدول المجاورة، وخاصة في شمال سوريا وأقليم كردستان دون أي رقيب أو حاسيب. منظمة سي بي تي الأمريكية كشفت السب عن تحركات للجيش التركي نحو جبل كارا، الذي يطل على قضاء العمادية شمال دوهوك بغية احتلاله، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية في شمال إقليم كردستان، وسط تغاض دولياً وأقليمياً بشأن ذلك. مسؤول قسم حقوق الإنسان في المنظمة كاميران عثمان أكد لوكالة شفق نيوز أن الجيش التركي بدأ عمليات عسكرية جديدة في منتصف شهر حزيران المنصرم، وأنشأ سبعة مواقع عسكرية جديدة في قضاء باتيفا التابع لإدارة منطقة زاخو، كما قام بإنشاء نقطتين عسكريتين في منطقة هالي على سفح جبل متينة. عثمان أضاف أن الجيش التركي ينفذ حالياً غارات جوية مكثفة على مناطق متعددة في جبل كارا استعداداً لشتياحه، محذراً من احتلال نحو 75% من أراضي محافظة دوهوك في حال توغل الجيش التركي إلى نقاط استراتيجية في الجبل. وفي الإنعكاسات الخطيرة للعمليات العسكرية الأخيرة للجيش التركي في قضاء العمادية، أوضح عثمان أن تلك العمليات أسفرت عن تهجير سكان تسع قرى ونزوح أكثر من 184 عائلة، بالإضافة إلى تدمير وإطلاف أكثر من 68 ألف دونام من الأراضي الزراعية. اشتركوا في القناة